فيلمنا النهاردة بيبدأ بأحداث من الماضي وبنشوف عائلة التوث اللي بيحكموا مدينة جونجمان لمدة كبيرة ولأنهم قدروا يختروا على الألعاب النارية بتكبر المدينة وبتبقى من أغلى المدن في الصين لكن ابنهم اللورد شين بيقرروا أن يطور الألعاب النارية دي ويحولها الأسلحة علشان يقدر بيها أنه يحكم الصين كلها ولما بابا ومامته بيخافوا بيحسوا أنه هيبقى شخص شرير وهيتسبب في موت أشخاص كتير بيقرروا أنهم يتأكدوا بيروحوا لعرافة المدينة علشان يسألوها عن مصير شين في المستقبل فبتقول لهم العرافة أن لو استمر اللورد شين فأفعاله الشريرة هيظهر مقاطل لونه أبيض في السود وهيقدر أنه يهزمه ولما اللورد شين عرف التنبؤات بتاعة العرافة بياخد الجنود بتاعته بيروح يهاجم قرية البندة وبيقدر أنه يقتل كل اللي فيها وبسبب اللي هو عمله ده بيتأكد بابا ومامته أن ابنهم اتحول لوحشه بيطردوه خارج المدينة فبيتدايق اللورد شين وبيعرفهم أنه هيرجع لهم تاني علشان ينتقل منهم ويحكم الصين كلها وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف مصنع في مكان مرعب ومخيف وفي المصنع ده بنشوف مجموعة من ازدقاب وهما بيصنعوا الأسلحة وبيروح زعيم ازدقاب للورد شين وبيعرفوا أنهم قربوا يخلصوا صناعة الأسلحة لكنهم محتاجين لمعدن أكتر فبيأمروا اللورد شين أنه يروح لقرب قرية منهم ويسرقوا منهم المعدن اللي هناك وبنروح بعدها للمحاربين الخامسة اللي بيبقوا متحمسين جدا وبيشجعوا بو على تحتيم رقم القياسي في الأكل وبعد ما بو بيخلص بيروح للمعلم شيفو اللي بيكون صلح عصاية المعلم أجواي وقاعد منعزل في الكهف وهناك بيشوف بو المعلم شيفو هو بيحرق قطرة المياه بطريقة مبهرة وسلسة وبينزلها بعدها على نبتة من النباتات وبيقول المعلم شيفو لبو أن اللي هو بيعمله ده اسمه اسلوب السلام الداخلي وأن اللي اكتشفه هو المعلم أجواي وبيعرفوا أن السلام الداخلي هيكون مرحلته التدريبية التانية لأنه التنين المقاتل وبيقوله أنه لازم ينسى كل المشاكل والصراعات والمشاعر السلبية علشان يقدر يوصل للسلام الداخلي لكن فجأة بتقطعهم تايجرس وبتعرفهم أن في مجموعة من الزئاب هجم قرية قريبة منهم فبيتحرك بو وبيودع المعلم شيفو وبينطلق هو والمحاربين الخامسة علشان يروحوا ينقذوا أهل القرية ومن ناحية تانية بنشوف الزئاب وهم بيهجموا على القرية وبياخدوا أي حاجة مصنوعة من المعادن علشان يصنعوا بيها الأسلحة وما بيكونش سكان القرية قادرين أنهم يقوموهم ولا حتى قادرين أنهم يدفعوا عن نفسهم وقبل ما الزئاب ياخدوا المعادن ويهربوا بيوصل بو والمحاربين الخامسة وبيهجموهم وبنشوف بو اللي بقى موهوب جدا في الكونج فو وهو بيقاتل عشرات الزئاب وبيهزمهم بكل سهولة وبنشوف مونكي وهو بيستخدم الآلات الموسيقية وبيهاجم بيها الزئاب بمساعدة فايبر وتايجرس وبعد معركة طويلة بيقدروا المحاربين أنهم يهزموا كل الزئاب معادة زعيمهم اللي بيحاول يهاجم بو وقبل ما بو يصد ضربته بيشوف الشعار اللي على دراعه وبيفتكر والدته لما كان صغير فبيستغل زعيم الزئاب الفرصة وبيضرب بوه دربة قوية جدا وبياخد المعادن وبيهرب ولما تايجرس بتسأل بوه عن اللي حصل بيقولها أنه هو لازم يروح يقابل بابا وفعلا بيروح بوه للمطعم وبيقابل بابا بينج اللي بيفرح جدا لما بيشوفه وبيدخل بوه مع بينج للمطبخ وبيحكيله اللي هو افتكر عن مامته وهو صغير وبيسأله بوه وبيقوله هو تولد ازاي فبيرد عليه بينج وبيقوله أن الوز بيجي من البيت وبيطلب منه أنه ما يسألوش البيت ده بيجي منين فبيضحك بوه وبيقوله أنه هو دب بنده وأنه أكيد ما جاش من بيضه وبيسأله عن المكان اللي هو جابه منه وساعتها بيوريله بينج الصندوق اللي هو لقاه فيه وبيحكيله أنه من فترة كبيرة خرج من المطعم علشان يجيب الخضار لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي صندوق الخضار بيتحرك ولما بيقرب بينج منه بيلاقي بوه موجود جواه فبياخده بينج وبيأكله وبيهتمي بيه وبيقوله أنه لما الوقت عدى ومحدش من أهله جي علشان ياخده أو يدور عليه قرر أنه يتبنيه فبيستغرب به من اللي بيسمعه وبيفضل يسأل نفسه عن السبب اللي خلى أهله يتخلوا عنه وبعدها بنروح لمدينة جونجمان وبنشوف معلمين الكونج فوق اللي بيكونوا مسؤولين عن حماية المدينة واللي بيكونوا بيتدربوا في القصر وفجأة بيدخل عليهم اللوردشين وبيطلب منهم يخرجوا من القصر بتاعه وبيروح يتريق على العرافة وبيقول لها أنه دلوقتي مفيش حد هيقدر يوقفوا أو يمنعوا من أنه يحكم الصين فبيرفض معلمين الكونج فوق أنهم يخرجوا من القصر لأنهم بقوا المسؤولين عن حماية المدينة من بعد موت الملك والملكة فبيتريق عليهم اللوردشين وبيقول لهم أنه حضر لهم مفاجأة في استندوق فبيبدأ المعلمين أنهم يهاجموا لكن اللوردشين بيبقى موهوب جداً في الكونج فوق وبيقدر يهاجمهم وكمان بيفتح استندوق وبيخرج منه مدفع كبير وبيضرب قذيفة على واحد منهم ومن ناحية تانية بنشوف المعلم شيفو وهو بيقرأ رسالة وبيقول لبوه وباقي المحاربين أن معلم مدينة جونج مان اتقتل على إيد اللوردشين اللي اخترع سلاح قوي جداً وبيكمل ويقول لهم أنهم لو ما قدرواش يوقفوه هيتسبب في ضمار كبير جداً علشان يحكم الصين وبيطلب المعلم شيفو منهم أنهم يروحوا لمدينة جونج مان ويدمروا السلاح ويقبضوا على اللوردشين فبيسألوا بوه ما ممكن يقدروا يدمروا السلاح باستخدام الكونج فوق فبيرد عليه المعلم شيفو وبيقوله أنه ممكن يقدر يعمل أي حاجة بمجرد ما يتكن اسلوب السلام الداخلي فبيودع بوه معلمه شيفو وبينطلق مع المحاربين الخامسة وسط الجبال علشان يروحوا مدينة جونج مان ويهجموا اللوردشين وبيركبوا مركب وبيكملوا طريقهم وبنشوف بوه وهو بيتدرب علشان يقدر يتكن اسلوب السلام الداخلي لكنه ما بيقدرش يسيطر على غضبه بسبب قطرات المية فبتنضم ليه تايجرس وبتساعده في التدريب علشان يتطور أكتر وبيجي باقي المحاربين وبيسألوا بوه عن سبب حزنه فبيقولهم بوه أنه اكتشف أنه هو مش ابن الويزدابينج وبنروح لمدينة جونج مان وجوه القصر بنشوف اللوردشين وهو بيحط المدفع اللي هو اخترعه مكان العرش بتاع والده وبيطلب من العرافة أنها تتنبأ بالمستقبل بتاعه تاني فبتتنبأ له العرافة أنه هو لو فضل ماشي في نفس الطريق هيتهزم من مقاطل لونه أبيض في سود فبيتريق عليها اللوردشين وبيقولها أن ده مستحيل يحصل لأنه قتل كل دبابة البندة لكن فجأة بيوصل زعيم الزئاب وبيعرف اللوردشين أنه هو قاب البندة موهوب في قتال الكونج فو لما كانوا بيسرقوا المعادن فبيتعصب اللوردشين جدا وبيطلب من زعيم الزئاب أنهم يقبضوا عليه علشان يقتلوه في أسرع وقت ممكن وبنرجع بعدها البوه هو والمحاربين اللي بيكونوا وصلوا لمدينة جونجمان وبيستخبوا جوه زي تنكري على شكل تنين علشان يوصلوا للأسر من غير محد يشوفهم وهما ماشيين بيشوفوا واحد من الزئاب وهو بيقول لستة عجوزة أنها لو مدتلوش الأكل اللي معاه دلوقتي هيكلها هي على الغداء فبيتدخل بوه وهو جوه زي تنكري وبيضربوا بيقول بوه للستة العجوزة النوم هنا علشان ينكزوهم ويقبضوا على اللوردشين فبتعرفهم الستة العجوزة مكان استجن لمحبوس فيه المعلم أوكس والمعلم كروك ودول المعلمين اللي كانوا مسؤولين عن حماية المدينة فبيتحمس بوه وبيروح هو وباقي المحاربين علشان يروحوا يطلبوا منهم المساعدة لكن وهم ماشيين الزئاب بتشوفهم وبتشك فيهم وبتبدأ تطردهم وبتدور معركة بين الزئاب والمحاربين اللي بيقدروا أنهم يهربوا منهم ويوصلوا للمكان الساجن وبيضرب بوه الحراسة اللي على الزنزانة اللي محبوس فيها المعلم كروك والمعلم أوكس وبتكسر تايجرس الباب وبيطلب بو والمحاربين منهم إنهم يساعدوهم علشان يقدروا يهزموا اللورد شين لكن ساعتها المعلمين بيرجعوا الباب لمكانه وبيرفضوا يروحوا معاهم وكل ما بيحاول بو إنه يخرجهم بيرجعوا للزنزانة تاني وده بسبب إنهم خايفين إن اللورد شين يدمر المدينة باستخدام سلاح ويقتلهم زي ما قتل المعلم بتاعهم وبيقول المعلم أوكس لبو إن ده وقت الاستسلام لإن الكونج فو ما قداموش أي فرصة في مواجهة سلاح اللورد شين وبيرفضوا يروحوا معاه فبيزدعق لهم بو وبيقولهم إنه ممكن يضحي بحياته علشان يمنع اللورد شين وينقذ الكونج فو وفجأة بيدخل 3 زقاب لاستجنه ومعهم زدعيم بتاعهم اللي بيجري أول لما بيشوف بو فبيجري بو هو وباقي المحاربين وراء زعيم الزقاب اللي بيركب عربية بتسحبها غزالة علشان يهرب منهم وبيركب بو على العربية هو كمان وبتساعده فايبر علشان يجري بسرعة لكن زعيم الزقاب يرمي عليه الغزالة وكمان مجموعة من الأرانب الصغيرين اللي بيخلوه ما يشوفش الطريق ويفقد السيطرة وكمان بيطلع فوق المباني وبيتير في الهواء وبينقذ الأرانب قبل ما تقع وبيديهم لكران اللي بيقدر إنه يلحقهم لكن للأسف بتتدمر العربية وما بيقدرش بو إنه يوصل لزعيم الزقاب وساعتها بتوصل تايجرس وبتضربه ضربة قوية بتخليه يمطلق بسرعة جدا وبتوصله لزعيم الزقاب اللي بيبدأ بو بمهاجمته وبيفضلوا هم اللي اتنين يضربوا في بعض وهم على العربية لحد ما بيقدر بو إنه يسبت زعيم الزقاب على الأرض ولما بيوصلوا له باقي المحاربين علشان يقبضوا عليه بيتفاجأ إنهم وصلوا لمكان قصر اللوردشين وبتبدأ تحصرهم الزقاب من كل مكان وبتقبض عليهم وبتقيدهم علشان ياخدوهم ولما بيطلعوا لآخر دور في القصر بيقابلهم اللوردشين واللي بيتريق على بو وكمان العرافة لإنه بكده محدش هيقدر يوقفه وبيطلب من زعيم الزقاب إنه يجهز المدفع ويوجهه عليهم وقبل ما تنطلق القذيفة بيقدر منتوس إنه يطفي النار وده لإن بو خداعهم وحط دمية على شكل منتوس في القفص والساعتها بتستخدم فيبر ديلها وبتحرر تايجرس اللي بتحرر بو وباقي المحاربين وبتدرب تايجرس السلاح وبتطيره في الهوى وبيخبطوا منتوس وبينزلوا لآخر دور في القصر وبيدمروا وبيكونوا فرحانين كلهم لإنهم نجحوا في المهمة أما بو فبيهاجم اللوردشين علشان يقبض عليه لكنه لما بيشوف ديله بيفتكر والدته هو صغير فبيستغل اللوردشين الفرصة وبيهرب منه وبيخرج من القصر وبيروح للمصنع اللي بيبقى فيه عدد كبير جداً من المدافع اللي بيوجهوها نحية القصر وبيضربوه بالقذائف علشان يدمروه ويقتلوا المحاربين اللي فيه فبيحاول بو وأصدقاء أنهم يتفادوا القذائف اللي بتبقى في كل مكان وبتدمر القصر ولما بيحاولوا يخرجوا من الشباك الزئاب بتهاجمهم بالسهام المشتعلة وبتمنعهم يخرجوا من القصر اللي بيكون خلاص بينهار فبتتاح التايجرس مع بو وبيمسكوا في إيد بعض وبيطلعوا الفوق هما وباقي المحاربين وبيستغلوا أن القصر بقى وريب من الأرض وبينطوا من عليه وبيهربوا في آخر لحظة فبيتعصب اللورد شين وبيطلب من أتباعه أنهم يحملوا المدافع على السفن علشان هيبدأوا بغزو الصين وفعلا بتبدأ الزئاب تنفذ الأمر واللي بيبقى عددهم كبير جدا وفي الوقت ده بيكون بو والمحاربين رجعوا للسجن تاني وبتكون تايجرس متضايقة من بو وبتلوموا لأن اللورد شين كان قدامه وهو ما هاجمهوش فبيعتذر لها بو وبيقول لها أني شين كان موجود في آخر مرة شاف فيها والدته وأنه أكيد هو الوحيد اللي يعرف اللي حصل لها فبتحدنه تايجرس وبتوسيه وبتطلب منه يفضل في السجن وبتقوله أن هي وباقي المحاربين هيروحوا علشان يوقفوا اللورد شين لكن بو بيرفض وبيسر أنه يروح معاهم لكن في كل مرة بيحاول بو أنه يخرج بتمنعه تايجرس وبتودعه وبتمشي هي والمحاربين وبنروح بعدها للورد شين اللي بيبقى فرحان جدا لأنه أخيرا هيقدر يحقق حلمه وهيحكم السين كلها وساعتها بتروح له العرفة وبتقوله أن الدمار والخراب اللي هو بيعمله هيتسبب في موته وبتعرفوا أن والده والدته كانوا بيحبوه جدا حتى بعد ما قتل كل البندة وأنهم لما تردوا من المدينة حسوا بالحزن جدا لدرجة أنهم ماتوا لأنه مش موجود معاهم لكن اللورد شين ما بيتأثرش بكلامها وبيسر على تنفيذ خطته فبتودعوا العرفة وبتمشي وبنرجع لتايجرس وباقي المحاربين وهم بيتسللوا للمصنع من غير محد يشوفهم وبتجيلهم فكرة وهي أنهم يستخدموا براميل البرود علشان يفجروا بيها المصنع ويدمروا كل المدافع قبل ما تتحمل على السفن وبيكون بوه رايح وراهم وكمان وصل للمصنع وبيضرب زقبين وبيستخبى وراهم علشان محدش يشوفه وبيقدر فعلا أنه هو يعدي من كل الحراس وبيدخل للمصنع من غير محد يحس بيه ولما بيحاول يعدي من على جسر بيتفاجئ بوجود اللوردشين اللي بيقطع السلسلة وبيدمر الجسر تماما لكن بيقدر بوه أنه يتعلق في وعاء الحمام النارية وفي الوقت ده بيبدأ المحاربين الخامسة أنهم يولعوا براميل البرود وبيدخلوا بيها للمصنع علشان يفجروا وقبل ما يمشوا بيشوفوا بوه وهو متعلق في الوعاء فبيطفوا النار بسرعة علشان ما ينفجرش المصنع وبوه موجود جواه وساعتها بوه بيقدر أنه يرجع تاني للجسر وبيهاجم اللوردشين اللي بيخبطه وبيوقعه على السير اللي بيتحرك وبيوقع المعدن في الحمام فبتحاول تايجرس هيا والمحاربين أنهم يروحوا لبوه علشان ينقذوه لكن فجأة بيظهر أتباع اللوردشين وبيبقى عددهم كبير جدا وبيهاجموهم وبيجري بوه بسرعة علشان ما يقعش في الحمام وبياخد كتع معدنية وبيلف بيها مع السير وبيقدر أنه يرجع تاني للوردشين وبيبدأ بوه أنه يهجمه وبيحاول يهزمه وبيسأله عن اللي حصل لوالده والدته فبيعرفوا اللوردشين أنهم اتخلوا عنه وبيستدرجه وبيخليه يجري وراه وبعد ما بيوصل بوه للوردشين اللي بيستغل الفرصة وبيولع في تيل المدفع اللي بيخرج منه قذيفة قوية جدا وبيستخدم بوه الوعاء علشان يحمي نفسه منها لكن القذيفة بتقدر أنها تدمر الجدار وبتير بيه لبعيد وفي الوقت ده بيقلق المعلم شيفو بيحس أن بوه والمحاربين الخمسة في خطر وبنرجع بعدها تاني البوه اللي بيكون وقع في النهر اللي بيبطل يتحرك به وهو فاقد الوعي وفجأة بيوصل شخصه بياخده لما بيفوق بوه بيكتشف أن الشخص اللي أنقص حياته هي العرافة اللي بتأكله وبتحاول تفكره بالماضي وبتعرفه أنه هم موجودين دلوقتي مكان قرية دبابة البندة قبل ما تتدمر وبتحكيله عن والده والدته اللي كانوا بيحبوه جدا لحد ما قرر اللوردشين إنه يهاجم القرية علشان يقتل كل اللي فيها فبيضطر الأب إنه هو يدافع عن عائلته ويهاجم الزئاب وبيؤمر الأم إنها تاخد بوه وتهرب من القرية لكن الزئاب بيفضلوا يطردوها في الغابة علشان يقتلوها هي وابنها فبتكرر الأم إنها تضحي بحياتها علشان تنكز ابنها وبتحطه في سلة الخضار وبتتخلى عنه علشان تحميه وبتشتت نظر الزئاب واللوردشين اللي كانوا بيتردوها فبيحزن بوه جدا وبيحاول ينسى الألم وصراع الماضي ويتخلى عن شعور الانتقام وبيبدأ يحرق قطرة من قطرات المطر بسلاسة وسهولة من غير ما تقع وبينزلها على النبات زي ما المعلم شيفو عمل في أسلوب السلام الداخلي ولكن برضو بيظهر إن بوه حزين جدا وبيعايد بسبب اللي حصل لأهله فبتوسيل عرافة وبتقوله إن بدايته ممكن تكون حزينة أو سيئة لكن مستقبلنا ومصرنا إحنا اللي بنحدده باجتهادنا وإننا لو اجتهادنا في الحاضر مستقبلنا هيكون أفضل من الماضي وبتسأله العرافة هو مين دلوقتي وعاوز يكون إيه في المستقبل وهل بيتعب علشان يحقق اللي هو بيحلم بيه فبيقول لها بوه إنه هو التنين المقاتل وبيستعد علشان يروح ينقذ أصدقائه وبنروح للوردشين اللي بيكون حابس المحاربين الخامسة وبيقولهم إن لما الناس هيشوفوهم وهم مهزومين ومربوطين أكيد هيفقدوا الأمل في الكونجفو وفعلا بيخاف أهل المدينة وبيترعبوا لما بيشوفوا السفن الكتير وهي شايلة المدافع وبتمشي في النهر علشان تخرج من المدينة وبيستخدم أتباع اللوردشين المدافع وبيدمروا الجسر علشان يعدوا بالسفن وفي اللحظة دي بيظهر لهم التنين المقاتل بوه اللي بيكون واقف على سطح بيت من البيوت فبتفرح تايجرس وباقي المحاربين لما بيعرفوا إن بوه لسا عايش ولما بيشوفوا اللوردشين بيتدايق جدا وبيأمر أتباعه إنهم يهجموا بالمدافع فبينزل بوه من على السطح وبيتحرك بعشوائي علشان الجنود ما يقدروش إنهم يسبوه وبيقدر بوه إنه هو يوصل للسفينة اللي عليها المحاربين وبيهاجم الزئاب وبيقدر إنه يحرر أصدقائه وبيبدأوا كلهم يقتلوا الزئاب اللي بيهجموهم وبيساعدوا بوه وبيحاولوا يعطلوا السفن قبل ما تخرج من النهر وساعتها بينضم لهم المعلم أوكس والمعلم كروك وبيساعدهم وبيقتلوا الزئاب وبيوصل المعلم شيفو اللي بيهزم عدد كبير جدا من الزئاب بسهولة وبراعة وبيقول لبوه إنه هو اللي راح للمعلمين وأقنعهم إنه هما ينضموا لهم في القتال وبيأمر المحاربين إنهم يستغلوا الجسر علشان يقدروا يمنعوا السفن إنها تخرج من النهر فبتدرب تايجرس واحد من المدافع وبتاعك استوازن السفينة وبتسد بيها الجسر وبيقرب بوه سفنتين من بعض وبيستخدم كران جراحاته بيحرك سفنتين اللي بيسدوا الجسر بالكامل وبيمنعوا باقي السفن إنها تخرج من النهر وبيتحدوا كل المحاربين وبيهاجموا الزئاب وبيضربوهم فبيتعصب اللوردشين وبيطلب من زعيم الزئاب إنه يفجر الجسر بقذيفة من المدفع لكن زعيم الزئاب بيرفض لإنه بكده هيقتل مجموعة كبيرة جدا من أتباعه فبيضربوا اللوردشين بالسكينة وبيقتلوا وبيولع فتيل المدفع اللي بيطلع منه قذيفة قوية جدا بتدمر السفن والجسر وبتصيب كل المقاتلين وبتخرج باقي السفن من النهر علشان يبدأوا بغزو السين وما بيبقاش أي حد من محاربين الكونج فوق قادروا إنه يتحرك علشان يمنعهم مع دا بو اللي بيستجمع طاقته علشان يهاجم اللوردشين اللي بيبان عليه إنه فرحان جدا لإنه أخيرا هيحقق حلمه وبيأمر أتباعه إنهم يوجهوا المدافع ناحية بو علشان يقتلوه وبتنطلق القذيفة الأولى في اتجاه بو اللي بيحاول ينسى كل المشاعر السلبية علشان يقدر يوصل للسلام الداخلي فبيتعصب اللوردشين وبيطلب من الزئاب إنهم يهجموه بالمدافع لكن بو بيقدر يعكس كل الدربات وبيغير اتجاهها وبيرميها في المياه وكمان بيقدر إنه يتفديها بكل سهولة وبيمسكها بإيده وبيرميها على السفن وبيفضل يعكس اتجاه كل القذائف لحد ما بيدمر معظم الأسطول فبيتعصب اللوردشين أكتر وبيضربه بالمدفع الكبير اللي بيخرق قذيفة قوية جدا لكن بيقدر بو إنه يتصدى ليها بالرغم من قوتها الكبيرة وبيلف بيها في الهواء وبيعكس اتجاهها وبرميها على المدفع الكبير اللي بينفجر وبيدمر كل السفن ولما بيفوق اللوردشين بيتصدم لما بيشوف الأسطول بتاعه وكل المدافع تدمرت فبيحاول اللوردشين إنه يهاجم بو اللي بيقدر إنه يتفدي ضرباته وبينصحه إنه يبقى شخص كويس ويصلح من أخطائه لكن اللوردشين ما بيقتنعش وبيفضل يهاجمه لحد لما بيقع عليه المدفع فبينط بو من السفينة اللي بتنفجر في آخر لحظة وساعتها بتساعده تايجرس وبتخرجه من المية وبيفرح كل اللي موجودين لإن التنين المقاتل أنقذ السين كلها وبيحضن بو المحاربين وكمان المعلم شيفو اللي بيفرح جداً لإن بو أتقن أسلوب السلام الداخلي وبنروح بعدها لمكان بعيد جداً على جبل وبنشوف قرية من دببة البندة واللي بيروح واحد منهم لدب بندة كبير وبيقوله إن ابنه لسه عايش ومن ناحية تانية بيرجع ابوه للمطعم بتاعه وبيحضن بابا اللي بيفرح جداً برجوعه لي بأمان الملخص ده بصوت لم ينجيب وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام